تعال بقى نتكلم على الاهلي شوي من ساعة ما الاهلي يوم اللي اتنين بالليل خسر نهاية دورة ابطال افريقيا حضرتك كنت بتتفرج علي كده عارف كم اسم اتقال ان هو هيجي مكان موسيماني وكام لعب ميشي وكام لعب الاهلي اتعاقد معاه وقرارات الكابتن محمود الخطيب واجتماعات مجلس الادارة وحاجات كلها ليس لها اي اساس من الصحة مع كامل الاحترام وتقديل لكل مجتهد في هذه المهنة لانه هو ده اصل الشغلان انك تكتاد وتسعى المعلومات بس في البعض يا جماعة بيستنتج معلومات بيستنتج معلومات وبيستنتج وبيتوقع احداث والكلام ده غير حقيقي ولو اي حد عايز يستنتج ويتوقع ما يقدرش يتوقع الاهلي مش هتعرف ليه بل بالعكس كمان ده الاهلي سهل جدا تتوقعه بالمناسبة يعني لان الاهلي سيستمه معروف الاهلي عمره ما بياخد اي قرارات انفعالية الاهلي عمره مش مجلس ادارة خفيفة اللي موجود دلوقتي او حتى كل مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ بتعمل تبقى لسيستم محدد السيستم ده ما بيتلحبش فيه المسؤولين داخل النادي الاهلي مش مسؤولين اللي هما ايه كلمة توديهم وكلمة تجيبهم او فلان اتكلم او مثلا اراء جماهير مع كامل احترام والتقدير لها ايه ده الجمهور بيتكلم في كذا فنعمل كذا لا بيدرسوا بيهدوا طبعا بعد اي مباراة بتخسر فيها خصوصا لما يكون نهائي دورة ابطال الافريقية بتبقى متعصب بهم فيهم كلنا يعني لما مدائين جدا بس ادارة الاهلي بتتعامل ازاي بتهدى احنا خسرنا خسرنا اسباب الخسارة ايه واحد اتنين ثلاثة الموقف هيبقى ايه هنتركب ونشوف المحاسبة بتبقى امتى مع نهاية اي موسم ما منحاسبش بالقطعة كقدار تفكرهم يعني ما بيحاسبوش بالقطعة ما بيحاسبوش بالمطش لا مش الاهلي كده خالص ولو الاهلي ميش بالشكل ده لو الاهلي ميش بالشكل ده هيتأثر بشكل كبير جدا وانا بقول لحضراتكم بشكل واضح وفي نفس الوقت كامل احترام والتقدير والحرية للقرارات اللي ممكن ياخدها مجلس الادارة عادي جدا وكلنا في ظهرهم وبنزندهم ومندعمهم هم قادرة مننا بكل شيء طيب مضيناهم الثقة فسيبهم اشتغلوا هي دي سياسة كمان اعضاء النادي الاهلي وجماهيره لكن في نفس الوقت الالم وتعرف عليه داخل النادي الاهلي انه ما فيش اي قرارات فعالية تعال بقى حضرتك كده نتكلم مع بعض قالك ايه قالك الاول فايلر قال المهندس خالد مرتجي صديق ريني فايلر تواصل معاه وقال له احنا هنجيبك مكان موسيماني والله العظيم كلام غير صحيح بالمرة ما حصلش خالص بتاتا اطلاقا كلام مضحك ادي فايلر تاني حاجة قالك كيروش وكيروش انا بقول لك ولا حييجي وكيروش جاي مكان موسيماني كيروش ايه اللي جاي مكان موسيماني هو موسيماني مشي اصلا عشان نجيب حد مكانه ولا كيروش ولا فايلر ولا اي اسم تاني حضراتكم تسمعوه وانا واصق في وعي جمهور النادي الاهلي ان هم عارفين كويس جدا كيف تدار الملفات داخل النادي الاهلي وبالتحديد ملفات كورة القدر والثقة الكبيرة في المسؤولين على الكورة داخل النادي الاهلي سواء شركة كورة سواء كابت المحمود الخطيب المرشف العام على كورة رئيس النادي تمام او لجنة التخطيط السقة دي بتجيب نتايجها ومنشوف الاهلي كان بيخسر القبعد دقيق ودلوقتي بيكسب القبعد دقيق رغم انه خسر بطولة او اتنين او تلات بس الاغلب بيكسب ودي كورة القدر عمر ما الاهلي او اي نادي في الدنيا هيكسب كل البطولات على طول على طول على طول هيكسب كل المطشط على طول على طول نلعب مع بناء ادمين زينا فكل الحاجات دي ما تسدقاش قالك بقى ايه من ضمن الحاجات المضحكة خلي بالك خلي بالك ده فيه غربالة هتحصل في الفرقة غربالة ده فيه لعبة بص الفرقة هتتفور اسمع بس لان بقولك عليه فلان وفلان وفلان هيمشي قول اهلي تعايد مع كذا وكذا وكذا وخلص مع كذا وكذا 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 وكلم ده غير حقيقي خالص يا راجل دي وصلت تخير قالك الاهلي بيفكر يبيع علي معلول يا راجل يديني عقلك علي معلول اللي لسه متجدد له عقده الاهلي حيمشي الاهلي حيبيعهم طب بقني منطق طب يا جدت له عقده ليه دفعت فلوس ليه وجددت العلي معلول عقده عشان امشي او عشان ابيعه مش منطق خاص ما كان عقده بيخلص خلاص وبعدين جاي من ابرز اللي عايبه كان بقى مستوى كويس بيقل شوية بيطلع تاني فترات مش موفق فيها لكن علي معلول حتى في عز ما ممكن يكون مش موفق بيخلص لك متشاط علي معلول افضل زهير ايصر في افريقيا فازاي بقني منطق بتقول لي اصلا علي معلول ممكن يمشي اصلا ديانج جاله عرض من مش عارف مين الاسباني ما فيش كلام ده خالص اصلا فيه اي عرض الرسمي النادي الاهلي قد يكون هناك بعض العروض عن طريق الوقلا ده بيحصل لاي لعب مش في اليو دانج بس ده عادي جدا دي حاجة دلوقتي ممكن ايه اسهل من انك تمسك القلم ده تعمله كده اسهل من كده حتة الوقلا ويقول لك انا اجيب لك عرض من فراما ما فيش اسهل من كده خالص فبالتالي في ناس تنجر وراء الوقلا مع كامل احترام ليه تمام لكن الاهم الحاجات الرسمية المستجدات الرسمية الورق الرسمي لعروض الرسمية هل في عروض جت لديانج رسمية ما فيش لو جت حيبقى فيه دراسه ومصلحة النادي فوق كل شيء وبناء العليه هتاخد القرار قد تكون مصلحة النادي في مكاسب مادية رائعة وقد تكون مصلحة النادي ان لو مكاسب المادية مش ممتازة او مش مهرية يبقى اللعب يكمل لانه العيب فنان عالي جدا فيش حد يختلف على كده فاي خبر حضراتكم هتسمعوه خلال الفترة الحالية خبر غير صحيح وخبر استنتاجي وغير مبني على اي معلومات حقيقية فخلي بالكم الاهل الدنيا فيه ماشى بشكل ممتاز ما فيش اي مشكلة خلال ستقولي يا عم انت قلت بتقوله ده احنا خسرين نهائي دوري ابطال افريقيا يا سيدي على عيني وعراسي احنا خسرين فعلا نهائي دوري ابطال افريقيا ومتدايقين كلنا بس هل معنى ان احنا خسرين نهائي دوري ابطال افريقيا ننسى البطولات اللي قابليها هل ده منطقي تعال حضرتك اديك امثلة منشستر سيتي اللي جايبها جوارديولا بقاله ست سنين مثلا ستة ولا سبع سنين الهدف الاساس ان جوارديولا يروح منشستر سيتي ايه ها مولاك منشستر سيتي بيقولوله احنا عايزين تشامبيونز ليج لحد الوقت منشستر سيتي كيزبت تشامبيونز ليج مكسبتش هل حد تتكلم ان جوارديولا ماشي لا تعال تاني يورجون كلوب وصل نهائي تشامبيونز ليج كم مرة ثلاث مرات فاس كم مرة مرة واحدة هل سمعتوا ان ليفر بول او مولاك ليفر بول عايزين يماشي يورجون كلوب عشان نخسر نهائي تشامبيونز ليج مرتين من الثلاثة لا احنا عندنا موسيماني تختلف تتطفق معاه ما عنديش مشكلة عنده اخطاء اه عنده اخطاء عنده اخطاء اه طبعا عنده اخطاء فيش مداري ما عندهش اخطاء لكن راجل من ثلاثة نهائي تشامبيونز ليج تكسب اتنين منهم نهائي اللي خسروا ده بظروف غير طبيعية وغير محايدة على الاطلاق على الاطلاق وكلنا عشناها هل من مصلحة الفرقة يا جماعة مع كامل احترام لكل القراء اللي ممكن تختلف معايا على رأسي من فوق هل من مصلحة الفرقة ان انا بمجرد مخسرت ماتش في ظروف زي دي بتوجه واضح من الاتحاد الافريكي حتى لو احنا كنا وحشين في الملعب بس كان في عدم حيادي تمام بكل الكلام ده ان انا اروح ماشي الرجل امشي لا تاني هقول لها لحرارك في عز مالة سارتي خسران خمسة من سانداون زي حاجة ما بتحصلش في الاهلي مجلس ادارة الاهلي الواعي قال لك الرجل يكمل الموسم كان نتيجة انه كامل الموسم نحنا خدنا دوري صعبة قوي وبعد كده وجهله الشكر بعد ما ايه قيم الوضع فالامور هادية جدا ما تنجروش خلف اي خبر او اي اشعات غير حقيقية بالمرة او اي حاجة يا جماعة رسمية الاهلي هيقولها لحضراتكم في تدعمات للفرقة طبعا في تدعمات ده ما فيش نقاش تمام لكن مش ده وقت احنا يسا عندنا موسم طويل وعندهم نفسها قوي جدا مع فريق كبير اوي زي نادي الزمالك فريق كبير اوي زي بيراميز في الدوري وعايزين نرجع البطولة دي عندنا كاس مصر مرتين بطولتين ففي حاجات كتير جدا وفي تحديات كتير جدا اللي نازم احنا نكون هاديين وفي ظهر الفرقة فدي كلها امور وقضايا مهمة جدا حبيت ان انا اتكلم فيها مع حضرتكم هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نتكلم في امور اخرى وايضا في ملفات مهمة تتعلق بالاهل وتفاصيل اكتر فاستنوني الله بي ترجمة نانسي قنقر